افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال تجديد وتطوير إحدى محطات رفع المياه واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن الأعمال التي شهدتها المحطة وأعلن الغضبان أن المحافظة قامت بتمويل مشروع الإحلال والتجديد بمبلغ 5 مليون جنيه وذلك لضمان استمرار تشغيل المحطة بالشكل الأمثل بالإضافة إلى أعمال الصيانة للحفاظ على ما تم إنجازه في هذا المشروع